ترجمة نانسي قنقر من فكرة ضمن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة إلى تطبيق ملموس يساهم في الارتقاء بالعمل الحكومي وحرص يوليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء على النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل الذي حقق نجاحات متواصلة منذ تدشينه وآخرها فوز التطبيق بأفضل تطبيق حكومي ذكي ضمن جائزة التمييز الحكومي العربي في دورتها الأولى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله دائما ما يوجه إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين والعمل على توفير قنوات متعددة للتواصل المباشر وهي من العوامل التي أسهمت في تعزيز قدرة تطبيق تواصل على المنافسة أول ما بدين أطلقنا برنامج تواصل تلاحظون في 2016 أنه بس ثلاث جهات اللي يعني يقدروا يتجاوبون مئة في المئة مع برنامج تواصل ولا يكون عندهم أي تأخير في جواب أسئلة المواطنين اليوم 16 فمشكورين ثم مشكورين فأنتوا استمعوا لأراء المواطنين وأراء اللي عندهم اقتراحات ومشكورين حق اللي حققوا هذا الإنجاز وهذا الكفاءة في هذا العمل النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل انطلق من فكرة نهجها تحقيق رضا المواطنين عبر التقييم المستمر لجولة أداء الخدمات المقدمة وهما يتجسد بالاهتمام الذي يوليه صاحف السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل ونتاج الدعم والحرص من قبل سموه تعزيز فاعلية أداء المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات العامة من خلال الاستجابة المباشرة والسريعة وما يؤكد تفاعل الجهات الحكومية مع الرؤى النيرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء هو التعامل مع الطلبات الواردة عبر تواصل وانتشار ثقافة التميز في أداء الخدمة إذ حافظت الجهات الحكومية على مستوى أداء عال وأحققت نموا في التزاماتها بالرد ضمن الفترة الزمنية المحددة والمتفق عليها وهو ما يدل عليه الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي يتم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي سنويا حصد للآثار الإيجابية من خلال تطوير الأداء الحكومي وحصد الإنجازات الإقليمية والدولية من قبل فريق البحرين ونتاج لدعم وحرص من سمو ولي العهد رئيس الوزراء لارتقاء بالعمل الحكومي ما جعل من منظومة تواصل منظومة رائدة تربط المجتمع بالأجهزة التنفيذية للمملكة ترجمة نانسي قنقر